بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شوف المرسلين السلام عليكم وحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1981.2 في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على طريقة تحويل كاميرا تهاتفك الشخصي إلى كاميرا للمراقبة مثلا مراقبة منزلك ومراقبة مثلا شارع معين إذا أخذت هاتفك الشخصي ووضعته يطل على الشارع ويعني تراقب مثلا ما يضور بالشارع وأنت جالس يعني مباشرة على حسبك أحبابي في الله أو تستطيع مثلا وضع كما أشرت يعني على زاوية معينة في منزلك وتراقب ما يضور يعني في تلك الزاوية وأنت جالس يعني مباشرة على حسبك هذا كله أحبابي في الله عبر تطبيق يدعى IP ويبكام تستطيع يعني تحمله عبر يعني Play Store وعبر إذن الرابط الذي سوف أضع لكم أسفل الفيديو نقوم مثلا بفتح Play Store ثم نبحث عن هذا التطبيق الذي يدعى IP ويبكام نقوم بالضغط على مربع البحث ثم نقوم بالضغط يعني وضع IP ويبكام كما هو ضاير عندنا شخصيا الحين أحبابي في الله وبعد وضع اسم التطبيق سوف تجدون في الأول هذه إيقونة أحبابي في الله نضغط عليه ثم نقوم بالضغط على انستال للتطبيق ونصبر لحين ما يتم يعني تثبيته على هاتفنا الأندرويد بعد تثبيته على هاتفنا الأندرويد سوف تجد أيقونته بهذا الشكل نقوم بفتحها مباشرة أحبابي في الله بالضغط عليه ثم يعني هنا سوف تجد مجموعة من الإعدادات وإذا كنت تريد يعني تغيير حجم الفيديو الذي سوف يظهر في يعني حسبك يعني للشاشة التي يلتقطها يعني الهاتف في زوية معينة على منزلك وعلى الشارع وشيء من هذا القبيل لكن ما يهمنا الحين أحبابي في الله هو النزول إلى الأسفل والضغط مباشرة للمباشرة بالعمل على يعني ستارت سيرفر هنا أحبابي في الله بعد الضغط على ستارت سيرفر ننتظر قليلا لحين ما سوف تشاهد يعني بأنه يتم يعني تصوير ما يدور يعني في يعني ما يدور أمام يعني حسبك أنا شخصيا لا يتظهر يعني للصورة هنا لأنني أقوم بإظهار شاشة هاتف الشخصي على الكمبيوتر لهذا سوف تقوم بالضغط على الخيار في الأعلى هنا أحبابي في الله ثم تضغط على هنا يعني إذا كنت تتوفر على إذا كنت تستعمل يعني النوع الاتصال أحبابي في الله التالي نقوم بالضغط عليه ثم نصبر قليلا وسوف يعطيك الرابط الذي سوف تستعمل على حسبك على أساس مشاهدة جميع الأشياء التي يقوم بالتقاط يعاتفك الشخصي أحبابي في الله على الشارع أو على زاوية معينة من يعني منزلك فهذا هو الاي بي وهذا هو السيرفر الذي سوف تقوم بنسخي أحبابي في الله يعني الاي بي زائد يعني أمامه البورت أحبابي في الله بالتالي سوف نذهب الحين يعني على أساس معرفة طريقة عمل يعني التطبيق سوف تقوم بنسخ كما أشارت يعني الاي بي والبورت يعني كاملة ثم تقوم بوضعه في صفحة جديدة على متصفحك ثم تضغط على انتر وتنتظر قليلا حينما يتم يعني تشجيل الدخول إلى صفحة بهذا الشكل عليك أن تتوفر على برنامج فيل سيمي دي بلاير أو البرنامج المعروف بالنسبة لي أخوة الذين لا يتوفرون عليه على حسبهم في سوف يضع لكم رابط تحميله أسفل الفيديو تتغطون هنا مباشرة أحبابي في الله على اساس تحميل ملف صغير كما سوف تشاهدون عليين بعد تحميل ملف صغير سوف تقوم بسحبه إلى سطح مكتبكم مثلا عليين الحين خلاص قمنا بتحميل ملف صغير نقوم بفتحه مباشرة أحبابي في الله عبره كما أشارت تقوم بالضغط على ثم تقوم باختيار وسوف تشاهد مباشرة ما يقوم بتصوير هاتفك الشخصي أحبابي في الله ننتظر فقط يعني قبل بعد قليل ليتم إظهار يعني صورة أو يعني شاشة لما يتم يعني تصويره على هاتفنا الشخصي كما سوف تشاهدون أحبابي في الله فأنا شخصيا الحين أصور يعني حسوبي أحبابي في الله فلو وضعت يعني هاتف الشخصي في زوية معينة على الجهة يعني على المنزل فسوف يتم التقاطها مباشرة سوف أشاهدها كما سوف تشاهدون الحين أحبابي في الله فأنا شخصيا أقوم بوضعي بالمحادة مع يعني حسوبي فقط فلو وضعت أيضا يعني مطل للشارع أو شيء من هذا القبيل سوف أشاهد الشارع على حسوبي أحبابي في الله وبهذا تكون قد حولت يعني هاتفك الشخصي أو يعني كاميرات هاتفك الشخصي يعني إلى أداة لمراقبة مثلا منزلك أو الشارع منطلاقا من حسوبي كأحبابي في الله كما سوف تشاهدون في يعني على فيلس ميدي بلاير الحين أحبابي في الله أتمنى الدرس قد أفادكم لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقعنا هدو الفيديو الفيديو في .5.com والإنمكاني للسوحاتين على الفيسبوك فيسبوك كونتقم سلاش وحال فترة 118 فول أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يسلوك دائما جديد الفيديوهات ولا تنسى أيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيدون وأيضا إذا عجبك الفيديو أو الشرح لا تنسى الضغط على اللايك كمساعدة منك لي شخصيا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة